النهاردة الناس على المستوى الاقتصادي مهتمين بالاقتصاد كانوا مهتمين جداً بالبيانة اللي خرج من البنك المركزي البنك المركزي النهاردة أعلن في بيان قرار بإقالة رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي الـ CIB وفقاً لذكر فيه بيان البنك المركزي أنه فيه تقرير للتفتيش الميداني حصل وأنه ظهرت مخالفات جسيمة ده زي ما تواصفت بالضبط في البيان لأحكام قانون البنك المركزي وجهاز المصرفي والتعليمات الرقبية والقرارات الصادرة عن البنك وبعد تعديد هذه المخالفات وفقاً لبيان البنك المركزي كان فيه قرار تم إعلانه القرار ده مرتبط بتعيين أحد أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري الدولي من غير التنفيذيين كرئيس وتعين واحد من أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري الدولي زي ما قلت حرككم كرئيس غير تنفيذي طبعاً البورصة وقفت التعامل على السهم البنك التجاري الدولي من الأسهم الكبيرة المعروفة في البورصة لكن وقفت التعامل عليه خلال الجلسة وبرضو أصدرت بيان لغاية وقالت إلي ده بناء على قرار من هيئة الرقابة المالية لسه بقى حنعرف أسباب الإيقاف، إيه المرحلة الجديدة، الإعلان عن شكل مجلس الإدارة الجديد للبنك ده اللي حنشوفه مع حرككم خلال الأيام اللي جاية ترجمة نانسي قنقر